تعالوا نعمل مع بعض القرس المضفرة او ضفاير الافران قد ايه سهلة وبسيطة واقتصادية ولذيذة جدا هشة وزي الاسفنج بالزبط يعني من كتر ما هي هشة وطرية تفتكريها عاملة زي الكيك الاسفنج بالزبط من غير لبن ولا زبادي هم شوية دي وشوية مية ونص كيلو دقيق بس هنعمل التسع قرصات الحجم كبير ده ممكن كمان تخليهم عشر قرصات يلا بينا نبدأ ونشوف وصفيتنا دي هنعملها ازاي بس من فضلكو ياريت ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وتعملوا شير علشان الوصفة توصل لكل المتابعين ويلا بينا نبدأ وصفتنا بالصلاة على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام اول حاجة عندي كوباة من المية وزنها 250 مل الجو حر فهنعجن بمية من الحنفية لو في الشتاء بيبقى مية تكون دافي عندي معلقة من الخميرة الفورية يعني تقريبا نص الكيس الخميرة الفورية دي عندي بعد كده معلقتين كبار من السكر وبقلب كل المكونات دي مع بعض الخميرة في الشتاء بتختلف عن الصيف اي معجنات بنعملها في الشتاء خلاف الصيف في الشتاء بنزود الخميرة شوية وفي الصيف بنقل الخميرة شوية نزلت عليهم بنص كيلو من دقيق انا نخلاه كويس وحطيت عليه نص معلقة ملحي صغير بابتدي اقلب الدقيق في المية وبعجن العجينة كويس جدا وعايز العجينة دي تعمل عرق معي شبه عجين تلفين العجينة دي نفس عجين تلفينو لو عملتها معاك وقبل كده وعلشان تضماني نجاحها وان المعجنات تطلع معاكي مطاطية واسفنجية لازم العجينة دي تتخدم كويس ولازم تفعالي الجلوتين اللي موجود في العجين وده بيتم عن طريق خدمة العجينة كويس جدا لو في العجين بعجينها من سبعة لعشر دقايق لكن لو في ايدي ممكن توصل لخمستاشر وعشرين دقيق مهم جدا انه نحصل على عجينة نعمة ومطاطية مفيش فيها تلزيل ممكن تخذيه على رخامة وتنزلي فيها كده عجن زي ما انت شايفه افتحي وفردي في العجينة ولمي تاني الخطوة دي هتعمل عرق معاكي كويس جدا للعجين لو بتعجيني في العجين عجيني الاول خمس دقايق على سرعة متوسطة وبعد كده دقائتين وثقائق أو ثلاثة على سرعة عالية وبعد كده بترجعي تضيفي معلقتين اتنين زيت وتعجيني على سرعة متوسطة لحد ما الزيت يختفي انا هنا ضفت معلقتين اتنين زيت وما تقلقش بعد اضافة الزيت العجينة بتفرول شوي وتفتت وبعد كده بترجع تلم معاكي تاني وهو ده القوام المزبوط للعجينة بتاعتي العجينة دي ممكن تعتمديها في كل انواع المعجنات اللي ممكن تعمليها عجينة اقتصادية وبتطلع مزبوطة 100% هجيب بالبول بتاعتي وبدينا دهنة زيت بسيطة بحط العجينة وبدي نوشها دهنة زيت برضو علشان ما تلزقش في الستريتش بعد الجيل بغط وشها بالستريتش أو الكيس البلاستيك وبسيبها تختمر لحد ما حجمها يتضاعف من نص ساعة لساعة على حسب حرارة الجو هنا بعد ما العجينة اختمرت او تضاعف حجمها رشي دي بسيطة على رخامة ما تفضيش التخمير اللي جوه العجينة بحاول ازبطها او اسويها كده على شكل مربع ما تخليش دي كتير تحت العجينة علشان تعرفي تروليها بعد كده لازم تكون متغطية اول باول عشان ما تنشفش بسكينة بقطع حتة كده بحجم صباعك وبعد كده ببتدي ان انا ألفها رول كده رفيع صمكها بيكون رفيع يعني زي صمك الالم الرصاص كده او الالوان يعني الالم الالوان الخشب ببقى نفس الصمكة كده بعد كده ببتدي ان انا أطحها بالشكل اللي حضراتكم شايفين باخد ثلاث قطع قد بعض بنفس الطول و بنفس الحجم بلزق الثلاث اطراف وبغبطهم كده في الرخامة علشان يلزقوا في الرخامة لما اجي اضفرها ما تتحركش مني ببتدي ان انا امسك واحدة ولفها نحية تانية واحدة ولفها نحية تانية كده بطريقة التطفير العادي طبعا كلنا بنعرف نعمل ضفيرة بعد كده ببتدي ان انا ألفها والزق الطرفين في بعض وبحاول على قد ما ده اقدر ان انا ألزقهم كويس عشان وقت التخمير ما يفكش شكل الضفيرة بسيطة كده انت بتبدلي ما بين الشريح بتاعت العجينة وبتطلع معاكي شكل الضفيرة بالشكل ده ركزي بس في طريقة اللف وهتطلع معاكي مصبوط ممكن تطلع بطف اول واحدة بس بعد كده ايدك بتاخد عليه مهم جدا تلزق الاطراف في بعض كويس قوي علشان زي ما قولنا ما تفكش في التخمير رصيت كل الكمية اللي انا عملتها في الصجات ونيجي بقى الاهم مرحلة اللي هي مرحلة التخمير انا بخمر كل المعجنات عن طريق البخار زي ما قلتلكو قبل كده بجيب حلة او اي حاجة فيها مياه سخنة مغلية بحطها في الفرن والفرن طبعا بيكون مطفي برص الصجات وبقفل الفرن عليها هنا بيحصل بخار جوه الفرن بيخمر المعجنات كويس جدا وفي نفس الوقت بيحافظ على وش العجينة من انت مش ناشف بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها بالشكل ده عندي بخاخة فيها مياه بسكر برش العجينة من فوق بالمياه ولو حب ان انا اضيف سمسم برش اول واحدة بالمياه وبعد كده بحط السمسم على طول وهي لسه مبلولة مجرد ما برش عشان يلزق في العجين باخدها بدخلها فرن مسخن على اعلى درجة حرارة الحرارة بتكون من تحت بس بتدخل في الرف الوسطاني بتاخد عشر دقايق بالزبط ما تطوليش عن العشر دقايق علشان ما تنشفش وفي الاخر بولع لها الشوية تاخد لقم مجرد ما بتطلع من الفرن بديلها بخاخة مياه وبغطيها في فوطة وبسيبها دقيقتين بتطلع هشة وطرية واسفنجية واخد لهم من تحت ومن فوق وطرية وبالجمال اللي حضراتكو شايفينه ده دايما بتشتقولي ان المعجنات بتطلع نشفة معاكو وده لانكو بتساووا المعجنات في فرن مش سخن كويس وبتصبوها فترة طويلة المعجنات لازم تدخل الفرن على حرارة عالية وتلتزمي بمدة التسوية بتاعت كل نوع من انواع المعجنات بصوا القرص ما شاء الله هشة واسفنجية وطرية والاهم من ده كله انها اقتصادية جدا يعني نص كيلو دي بس مش مكمل 15 جنيه هتعملي 9 قرصات القرصة بتتبع في المغبس ب10 جنيه وتعمل لحد 10 قرصات بس انا عاملاها حجم كبير شوي جربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم